بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم موضوع flow through pipe وهنكلم نارضه على pipe connection انا بوصل المواسير ازاي؟ عندي طريقتين لتوصيل المواسير اللي هي pipe in series اللي هو التوصيل على التوالي وده بتبقى مصورة بتدي مصورة زي الشكل اللي قدامنا ده المصورة دي بتدي سرين للمصورة دي ده بسميه اللي هو series connection في series connection بلاقي ايه؟ بلاقي انه القيو سابته يعني معدل الصريان قيو واحد بيساوي قيو اثنين لكن لما اجا شوف اللوصيز بتتجمع اللوصيز عندي يبقى اللوصي بتحدث في pipe واحد زائد اللوصي بتحدث في pipe اثنين يعني على سبيل المسال لما احسب لشكل قدامنا هنا ده اللوصيز بلاقي عندي ال H لوصيز من واحد الاثنين عبارة عن اللوصيز في pipe A زائد اللوصيز في pipe B ديت المين نجي نبص بقى ليه المينور في عندي لوصيز في الانترانس في المدخل هنا وفي عندي لوصيز في الValve وفي عندي لوصيز نتيجة الExpansion وفي عندي لوصيز في الExit يبقى طالما انا داخل من تانك الPipe وخارج من pipe لتانك يبقى عندي في الانت وفي عندي الExit يبقى ده بيديني Total Head Losses For This Combination لما نجي نبص ليه الPipes in Parallel اللي هو التوصيل على التوالي التوصيل على التوازي الParallel بلاقي عندي بيكون الفرع الرئيسي جاي وعندي نقطة توزيع يطلع من هنا Q1 QB ولو ممكن يكون اكتر من 2 ويكون 3, 4, 5 بيتجمعوا تاني في نقطة يبقى بيحصل تفريع ويرجعوا الجمع تاني في نقطة 2 زي بالضبط زي ما احنا قلنا في القهربية في حالة التوصيل على التوازي فرق الجهد بيثابت واللي بتقسم الطيار يبقى الQ1 ينتقسم تلك QA وQB ورجع تجمع تاني يبقى الQ بتساوي QA زائد QB اللي يتساوي في النهاية كله 2 لما نجي نشوف اللوسز اللوسز في الفرع ده بتساوي اللوسز في الفرع ده يبقى الH لوسز من 1 ل 2 هي الH لوسز في البيب A بتساوي الH لوسز في البيب B وهو ده توصيل البيب سواء إذا كنا درسناه على التوازي أو على التوازي لما نجي نبص عندنا المسائل بتاعتنا للبيب فلو بروبلم فيه ثلاث أنواع احنا في القرص ده بناخد نوع الأولاني من النوع اللي هو Determining the Pressure Drop أو Head Loss في هذا النوع من المسائل بيبقى الجيفن بالنسبالي الإبسلون اللي ده بتشون السطح والديامتر والل والل والمطلوب نحسب الHF خطوات الحل بسيطة جدا ان احنا بنستخدم مودي دياجرام عشان نحدد كويفيشن طبعا بيطبق برنولي الأول ويبقى قيمة الHLs تبقى الF في L على دي V سكوير على 2G واذا كان عندي minor losses بضفها وده اللي نشوف ان شاء الله في التطبيقات لمدين حل مسائل بالأرقام على هذا الجزء نلقاكم في المحاضرة القادمة